الحقيقة بعد القاء دكتور شريف اسماعيل رئيس الوزراء أمس بيان الحكومة أمام البرلمان يعني كان فيه كتير من ردود الأفعال حول هذا البيان البعض بيرى أن البيان كان تحت المتوسط والبعض الآخر بيرى أنه كان متوسط الحقيقة كل اللي يهمنا في البيان هو خطة الحكومة في الفترة المقبلة خطتها في مواجهة الأزمات خطتها في توفير السرع الغذائية خطتها في تقديم الخدمات للمواطن كمان الموازنة العامة للدولة بتوضح حاجات كتير جدا بتوضح يعني الحكومة دي نوية تعمل ايه في الفترة المقبلة نوية ازاي توزع موارد الدولة على المواطنين أو على مصادر أو الأماكن أو المصادر المفروض أنها تنفق فيها هذه الأموال الحقيقة احنا معنا دلوقتي في الأستوديو دكتور عماد مهنة أستاذ التخطيط الاستراتيجي والاقتصاد السياسي عشان يوضح لنا الموازنة العامة للدولة رايحة فين هتصرف ازاي؟ ايه موارد الدخل للبلد وهتنفق ازاي؟ صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا سيد صباح الخير البرلمان خمسين عضو يمكن تم تعيينهم أو اختيارهم لمناقشة بيان الحكومة حتى يتم تمريره كده ما عدا واحد بس كان له موقف انبارح دكتور سمير غطاس اعتقل انسحب من الجلسة وقال ان الحكومة لابد ان يتم تعيينها من داخل البرلمان وانه معترض كليا عن بيان الحكومة قبل حتى ما يبدأ لكن المهم الاقتصاد المهم مستقبل مصر الاقتصادي زي ما قال السماح المهم كمان ان النهاردة تقريبا سنة وشهر عن مرور المؤتمر الاقتصادي ما شفناش اي نتيجة حتمية بالامس المهندس شريف اسماعيل قال الف مصنع معطل وسيتم تشغيلهم جديد بيوعد بربعمائة وتمين الف وظيفة وظيفة او فرصة عمل لقطاع الصعيد بصفة عامة استحدثوا كمان وزارة لقطاع الاعمال البعض بيخوف او بيتخوف منها وبيقول ستعيد تجربة خصخصة بعض شركات قطاع الاعمال ونعيد مرة تانية خسارة المليارات في الشركات الكبرى التي تم تخصصها لكن الاهم ايه اللي بيحصل بقى الدكتور لو تسمعني في البداية يعني اللي قاله الدكتور سماعيل غطاس صحيح تبقى للقوانين وتبقى للدستوري يتم تعيين الحكومة من قبل الاغلبية في البرلمان اذا لم يكن اغلبية يبقى في وضع تاني بس هذا تعليقا يعني توضيحا للموضوع بس كان فيه خطاب بارح من مؤسسة الرئاسة في منتهى الشياكة والاناقة خطاب مكتوب بصياغة محترمة اني دي الحكومة التي تم يعني اختيارنا او استحسننا لاستكمال مسيرتنا فبالتالي من فضلكم كنواب كملوها لكن كده كنا نتكلم قبل الفاصل انا وسماح في الانترو اني يبدو اني في حالة استئناس ما بين مؤسسة الرئاسة والحكومة ومجلس النواب ده دي حاجة كويسة طبعا بعض الناس اللي هم يعني يمكن شافوا بين الحكومة انه متواضع بيبصوا على المحاور قصيرة المدى بالنسبة للتخطيط والمشروعات السريعة والعائد السريع بالنسبة للمواطن لابد في التخطيط ان يبدأ طويل المدى يعني بخطط لمدة خمسين سنة او ميت سنة وارجع بشكل خلفي اقسمها الى استراتيجات اوليات تنفيذ على مراحل من سنة الى خمسة ثم ست شهور برامج عشان في النهاية المواطن يحس وفي نفس الوقت الدولة يبقى لها مرسوم طويل المدى علشان نتجنب المسؤولين اللي بيجوا بعض تعيينهم وبيلغي الخطة القبل منه فدي الحقيقة الفكرة في موضوع الخطة طويلة المدى موضوع استحداث وزارة جديدة احنا قلنا من ايام استحداث وزارة التعليم الفني قلنا انه مش كل ما يبقى الدولة عندها مشكلة او مفرد لها وزارة طبقا للدراسات الموجودة على مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي ان كل وزير يتم اضافاته جديدا يكلف الدولة سنويا مليار جنيه بالمراسم بتاعته بالمكاتب بالعربيات بالحشة اللي حوالين الوزير فتخفيض عدد الوزارات كليك تصريح ان تقريبا تكلفت الوزارة وصفة عامة تقريبا 2-3 مليار جنيه في السنة بالزبط فاحنا بنتكلم على الـ 34 وزارة في الخطة ويمكن كنا متوقعين من التغيير الوزاري من قيمة سنة انه يتم تخفيض عدد الوزارات من 34 إلى 22 وزارة وضم البعض الوزارات يعني التلاتة في تعليم واحد التعليم آسف التلاتة تعليم في وزارة واحدة السياحة والبيئة إلى آخر فدي بس بعض النقاط الخاصة بموضوع المؤسسات زي ما حرارك اشارت موضوع الموازنة موضوع الموازنة هو العائق الكبير للدولة في المرحلة الحالية للتنمية لأنه المفروض أن الدولة الدين العام فيها لا يزيد عن 60% من دخلها يعني أنا لو بشتغل ب100 جنيه مفروض ديني ما يعديش 60 جنيه وصل الدين العام للدولة اللي هو الداخلي والخارجي إلى 98 جنيه من المية يعني الدين العام لمصر وصل 98% من الناتج المحلي ده معناه أن الدولة بكل 100 جنيه مديونة بـ 98 جنيه توزعتهم إزاي؟ 244 مليار جنيه ده حجم أقصات الدين حجم الدين الخارجي وصل في مصر 46 و1 من 10 مليار دولار في المرحلة الحالية وتم طلب 8.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي عشان يسد العجز في الموازنة ويعطي للدولة سيولة في الدولار إذن لو ده تم بنتكلم على 55 مليار دولار حجم الدين الخارجي الدين الداخلي بنتكلم على 1.6 من 10 تريليون جنيه فإذن الدين العام وصل 2.3 من 10 تريليون جنيه أقصاتهم السنوية 244 مليار جنيه ده الجزء له بطر عمال صباح الفل صباح الناس عاوزة تشوف حاجة على الصوت لا ما هو أنا لا أقصد التشاؤمية ولكن أقصد نحن نوضح الأمور عشان لما أدي لحضرتك حل يبقى أنا أمين أنا ممكن أدي لحضرتك 7 حلول وأمامش في حلول طبعا دكتور ما عليش قبل ما ندخل في الحلول بدون الواقع هتبقى الإجابة مش أمين طب قبل ما ندخل في الحلول بس حضرتك دولارتي بتتكلم عن إحنا عندنا ديون كتير جدا ومصادر الدخل أقل بكتير وكان لسه سيد بيتكلم عن استحداث وزارة قطاع الأعمال البعض بيقول إن استحداث وزارة قطاع الأعمال ده علشان الدولة بتتاجه في الفترة القادمة إلى بيع أو خص خاصة بعض الشركات والبنوك ده صحيح والحقيقة فعلا الدولة أعلنت إنه في بعض البنوك هيطرح أسهم ليها في البورصة في الفترة المقبل حتى تشايف إن ده فعلا السبب لاستحداث وزارة زي قطاع الأعمال وهل ده طريقة لإن الحكومة تحاول تجيب دخل للدولة فضلا كمان عن إن البورصة أمار يعني مش بالمعنى ده لكن البورصة فيها فوق وتحت أنا ممكن أضيع قطاع القطاع العام لأ ده أنا حرج على حضرات بقى وده الحياة يربطوا نقطتين إنه لماذا تم تأسس القطاع العام في الأساس النهاردة فرنسا والجلترة اتجهوا نحو الاقتصاد الاشتراكي إنه هو بينامي القطاع العام تاني ليه؟ لأن القطاع العام هو الظهير الاقتصادي للدولة اللي بيرفع العملة ويساعد الدولة في فترات الأزمات زي فترات الحروب لو نرجع تاريخ الوراء من 54 فكرة الرئيس جمال عبد الناصر والناس اللي كانت معاه هو بعد الحرب العالمية التانية داخل في الاقتصاد الحر مش هيضر يقاوم القطاع الخاص فعمل إيه؟ بنا القطاع العام عشان يبقى ظهير يبقى الغني بيلاقي منتج والفقير بيلاقي منتج صناعاته الدولة هنا ما أثرش هو على القطاع الخاص وما حربوش هو بناله قطاع هزبه في السوق فبقى فيه منافسة القطاع ده لحد سنة 81-82 كانوا 1200 مصنع 189 شركة قبضة وصل حجم هذا الاقتصاد بتقرير البنك الدولي 41 من 10 تريليون دولار ده حجم اقتصاد مصر سنة 70 ويعادل 3 أضعاف اقتصاد كوريا الجنوبية سنة 70 ده كان شكل اقتصاد مصر اللي تم بيعه في عهد مبارك تحت نظرية أن القطاع بيخسر القطاع بيخسر نتيجة حاجتين الفساد المتفاشي في الجهاز الإداري رقم 2 تعيين غير المؤهلين فالنهاردة حضرتك إذا كنت بتعين قطاع أعمال قطاع الأعمال ده وظيفته إيه هل موجود في الدول الكبرى وزارة لقطاع الأعمال أم أننا بنستحدث حاجة هتزود تكلفة الجهاز الإداري نحن بنتكلم عليها النهاردة 218 مليار جنيه رقم 2 ما هي الوظيفة الأساسية لقطاع الأعمال فيه رأي يقولك أنه لتحسين أداء قطاع الأعمال طيب الرأي التاني والده اللي أنا بميل له لأنه من الواضح زي ما حريك أشارت المنتهة دقة أنه فيه تصريحات بالفعل أن يتم طرح خاصة البنوك هذا أمن قومي فيه بيع البنك وطرح في البورسة البنكين وكمان بارح بين طيات حديث رئيس الوزراء في تحت كبهة البرلمان قال هناك قرارات قطبت وصعبة للبعض خايفين منها هنا أبطمني أستاذ المشاهدين أنه ما فيش مشكلة أن فيه قرار صعب الخطورة في القرار غير مدروس تأسيس وزارة للتعليم الفاني كان قرار غير مدروس وقلنا كده وتلقت أسباك للكلام وزارة قطاع الأعمال أنا بقول لحضرتك حيحصل عليها مشاكل لأنه حيتم طرح هذه الأصول العمالة هيبقى فيها جزء كبير مزبزب ما بين أن أنا أخليهم ولا أمشيهم لأن القطاع الخاص لازم نفهم أنه هو داخل للربح مش داخل عشان تبقى مؤسسة اجتماعية زي ما بنبقى مثلا مسبيرو يديروا النهاردة 9000 موجود في 37000 هذه المؤسسات الاجتماعية تم تدميرها كمخطط لتدمير اقتصاد الدول أننا النهاردة الوظيفة اللي بيعملها 10 حطين فهمتين فالمتين بيعطلوا العشر الشغل كله بيقف اللي أنا يهمين الحقيقة في سؤال حضرتك إيه اللي المفروض النهاردة يتعامل المفروض النهاردة يتعامل أول حاجة ودي السيد رئيس بدأ فيها يمكن توقف دلوقتي نتيجة بعض الأوليوات الأخرى وهي هيكلة الجهاز الإداري لأنه لو بصينا على التنمية بتحتاج استثمار بالفلوس أنا عند النهاردة 244 مليار رايحين أقصاد دين عندي 218 مليار مرتبات جهاز إداري عندي الربع التاني من الموازنة دا فاضل عندي 20% اللي باقي اللي الدولة بتعيش بيه منهم 16% استثمارات دولة اللي باقي عنده 4% فعشان أزود لـ 4% دي عشان أعمل تنمية قدامي اتجاهين بمنتهى البساطة إما الاستثمار الخارجي عشان أجيب دولار هنا هيحليلي أزمة الدولار الفكرة التانية إنه يشغل لي مصانع ويعمل بنية تحتية نقدر إنه إحنا ننمي طيب الخارجي له عناصر ليه الاستثمار متوقف قبل ما أدخل فيه التمويل الداخلي للتنمية المستثمر يهمه أو يستقرار سعر الصرف عندنا مشكلة فيها النهاردة المستثمر يخاف إنه هو النهاردة يغير الدولار بـ 8 بكرة يبقى بـ 10 بعد 11 يخسر فده الأول فيه مشكلة لازم حل ده الأول المشكلة التانية وهي تعداد السكان كحجم سوء لأنه هو الأول عايز يشوف المنتج بتاعها يتبعه ولا لأ تاريخنا تعداد السكان يعني بالزبط ما نقول لحد دي نقطة حاجة وبشيرة جدا وجاذبة للاستثمار بالزبط فأنا بقول لحد دي كل العناصر الإيجابي هنقوله والسلبي هنقوله يبقى عندنا موضوع السعر الصرف التعداد السكان عندنا الإطار التشريع قانون الاستثمار الموحد وعليه مشاكل من المستثمرين ورجال الأعمال طب إزاي النهاردة أتوقع مستثمر يجيه هو أصلا مش راضع عن التشريع البيروكراطية لا تنتهي هنا أنا بتخوف من حتة فقدان المواطن للثقة في القيادة السياسية والحكومة ده بيجي منين من التصريحات الفضفاضة اللي نعلم نعلمها للطلب نقول عليها الاستهلاك الإعلامي عشان تعمل حاجة لازم تبقى محددة بتوقيت محددة بقطاع محددة بميزانية ومحددة بأشخاص عشان لما تيجي بعد عشر سنين أو لساس سماح مسؤولة عن مشروع واحد هيخلص في شهرين هيتكلف قد كده لكن النهاردة فيه تصريح مبارح للسيد طريق عامر انه الدولار هيبقى بربعة جنيه كنت هيا سأل حضرتك لفس السؤال يعني ازاي العمود الفقري بأي دولة للعملة هو الاقتصاد حضرتك ما عندكش تنمية تصريح الألف مصنع ده دول ألف مصنع من أربعة تلاف وكمسمائة أنا عندي النمو الاقتصادي النهاردة بنتكلم على أربعة واثنين من عشر طيب أنا عندي أربعة تلاف وكمسمائة مصنع عشان أصدر عشان ده عنصر من عناصر جاز بالدولار أصدر يجيلي الدولار لازم أشغل أربعة تلاف وكمسمائة مصنع هلميلي مليون ونص الشباب من اللي قاعدة على الهاوي نقطة الثالثة هيجفف بوتاقة الإرهاب لازم أبص للي موجود على الأرض لأنه المشكلة في ده فالنهاردة لما نيجي نبص على التمويل الخارجي عندي قانون الاستثمار المواحد في مشكلة الاستقرار سعر الصرف الوضع الأمني وتحسن كثيرا ده العناصر اللي بيبص على المستثمار نيجي بقى للجزء الداخلي اللي استخدمه السيد الرئيس في محور قناة السويس عشان يبقى عندي تنمية لازم يبقى عندي ثلاث حاجات أرض بشر رأسمال الأرض موجودة وبدأنا نخرج من الوادي الداية الجزء الثاني البشر موجودين يمكن تقرير بنك الدولي أشوار أنهما مدربين ولكن لا يرتقي معدل تدريبه إلى المستوى العالمي فمحتاجين تدريب الجزء الأهم بقى هو التمويل يعني كل شركات تحت بير السلم باع جائلين الباع الجائلين لوحدهم غير الشركات اللي تحت بير السلم دول ستة مليون ونص بيمسوا واحد وعشرين مليون أسرة دول خارج المنظومة الصحية خارج المنظومة الاجتماعية حجم تدولهم السنوية الستة مليون اللي عادين في الشارع واحد واثنين من عشرة تريليون جنيه إذن الدولة فيه فلوس أيو ودي ده بيدينا دليل وأنا كنت بتسئل السؤال ده من ثلاث سنين لما كنا بنتكلم على ناحية القناة السويس طبعا جيه فلوس من إيه ده كنا نردي ببساطة البلد فيها فلوس هي الفكرة كلها إدارة كيف تدير اقتصاد الدولة من ناحية الموارد من ناحية البشر ومن ناحية الأرض دكتور عماد ما عليش يسمح لي بقى أسهل سؤالتين أي مشاهد دلوقتي حيقول كلامكم حل وقعدين في التكييف وفي التلفزيونات وتقول وتنظروا وتكلموا من ناحية الأكاديمية لكن الواقع غير كده الواقع بيقول حتى على مستوى الأسرة أنا كرب أسرة مرتب أكس رايح عشر جنيه ناحية دي خمسة جنيه ناحية دي سبعة جنيه ناحية دي فبالتالي بقدر أمشي أمور بالشكل ده لازم تصبروا على الحكومة يا دكتور لازم إحنا صبرين هي الفكرة كلها إنه النقط أو المديح لابد أن يتم بمعايير فالنهاردة أستاذ سيد حضرتك كنت تعلم من ثمن شهور إنه حيحصل أزمة في الدولار؟ لو عرفت كنت بدأ ما حوشت مئة دولار كنت حوشت مئة دولار بالزبط كده البنك المركزي يعني في بعض الأنباء سهلا اتسرابت عن دراسة هناك دراسات موجودة في البنك المركزي أن معدل زيادة الدولار خلال السنة اللي جاية أو العشر و اتنشر شهر اللي جايين من اتنشر لأربعتاشر الدراسة الأمريكية بالتعاون مع البنك المركزي أربعتاشر لستاشر أين وقفت الدولة ولماذا لم يتم اتخاذ الإجراءات لحد ما وصلنا النهار كان إيه ممكن الإجراءات اللي تتخذ يا فندم إذا كان يعني السبب في نقص الدولار هو قلت الاستثمارات ما هو الرئيس كل يوم في بلد بيحاول يجزب استثمارات في النهاية مفيش تمام الرئيس الفتاح السيسي ادى مثال رائع لتمويل محور قناة السويس محتاجين ان احنا نجمع هذه الأموال لو ادنا اديت استثمارات واضحة على الأرض وجذبت المستثمرين الناس بشهادات استثمارات بنفس الوضع الناس هتدفع هقول لي حضيك حاجة تاني موجود 150 مليار دولار خارج خزينة الدولة 50 مليار دولار تأخر ضريبي و100 مليار دولار تهرب ضريبي منهم 14 مليار دولار على رجل أعمال لو قاعد يصبح على مصر كل يوم بمليون جنيه هيعد 40 سنة يسد في الدين اللي عليه ومع ذلك تم تخفيض هذا الدين من 14 إلى 7 ليه؟ الشركة بتاعته اللي اتباعي كان مفهود أحجز على الشركة دي انت راح فيه؟ الشركة اللي انت بتبعها دي تم التسليم في سويسرا هيكتوصد الراجل اللي عاوز يشتري البنك طبعا يا فانت ما كلها شبكة هل من المنطقي ان انت ان انا علي 14 مليار تخفضهم لسبعة وبتسأل المواطن الفقير اللي بياكل عيش وطعمية كل يوم بنص جنيه يدفع جنيه؟ وهو ده بس يا فانت فيه واحد آخر عنده مصنع حديد وخفضوله برضو الغرامة عليه من 100 مليون ل10 مليون ومش بس كده ده كمان خفضوله سعر الغاز اللي بيروح لمصنع الحديد بتاعه اللي مش عارفة كامل هنا البداية اللي هي سيد بي لانه البداية المتاحة حضرتك النهاردة راجل بتاخد 1000 جنيه انا راجل باخد 50 ألف جنيه ما هو لازم يكون في فرق لازم يكون في فرق الضرائب يعني حضرتك سألتيني على البداية موجود 150 مليار جنيه موضوع الدراسات بتدهور سعر الجنيه ليه بقى هو بيدرس عشان برضو المشاهد يفهم انا معروف ان انا مثلا بعد 3 شهور هستورد قمح واضح فانا عارف هستورد بكام مثلا 3 مليار طب انا معايا كامل النهاردة معايا 2 يبقى انا حيبقى عندي أزم في المليار الوضع كده الوضع مفهوش اي صعوبة على الاطلاق طب يلا ندار على بداية ما بتبقى بتودير بيتها بشكل يعني منظم بالورقة شكل منظم بالورقة لا بس واضح نحن حيبقى مش مؤيد اطلاقا استمرار حكومة المهد الشريف اسماعيل انا مش مؤيد للاتجاه اذا تم استخدام الماكينة بنفس الاسلوب لا يمكن توقع منتج مختلف انا مشفق كمان عوزير المالية الموزير المالية الجديد جيه النهاردة الدولة بتقدم او الحكومة بتقدم بيانها تاني يوم يعني ملحيش يقرأ انا هدى حردك مشكلة تانية يعني انا انا يعني اتعشم انه احنا لسهر المشاهدين ما اكدوهاش بشكل شاومي احنا بص حضرتك احنا كانوا بعلمون كده في التخطيط الاعتراف بالمشكلة بداية الحل لازم اعترف انها عندي مشكلة ما اطلعش اقول كل حاجة تمام الناس لما كانوا في التصفحات الحكومة كل حاجة تمام متقلقوش تاني يوم رفع الدعم طب يبقى تمام ازاي لا ولكن فيه كمان رفع الدعم عن ما دي الكرارات الصعبة دي الكرارات الصعبة ودي نقط حتكلم عليها لانه الرفع اللي اتعامل اللي رفع ورئيس عفتاح السيسي اللي هم الاثنين في المية اللي نزلوا على الوقود احنا دلوقتي بقينا اتنين واربعة من عشر عجز رغم ان الرئيس نزلوا لعشرة طب الاثنين دول جوم ازاي يعني الفكرة هنا سيد بي انت دلوقتي في الموازنة اللي فاتت الرئيس قال لا اتنشر في المية ورجع الموازنة مش كده وقال لا هننزلها لعشرة طيب البديل كان ايه هو الدعم فرفع الدعم جزئيا عن الوقود فنزلنا لعشرة في المية على اساس ان المواطن طب حلاص يا جماعة حنرتاح بقى مش كده مش ده اللي كان بيتقل المواطن النهاردة العجز كان اتنشر اربعة من عشر امال انت خدت مني الوقود ليه ما انت رفعت سعر الوقود ليه طب لو مرفعت سعر الوقود كنا وصلنا لعشرة في حاجة كمان يا دكتور سعر الوقود مثلا اذا كنا بنقول سعر الوقود اترافع لان احنا رفعنا عنه الدعم مع ان الدعم ده يعني البلد ما بتدفعش فلوس في الوقود يعني لو حبينا نقول للناس انه سعر الوقود الدولة بتقول انه مسلا الوقود ده بره بيتباع بكزا وانا بديهولك بكزا فرق السعر ده دعم مني لكن هو ما بيتدفعش بس هم بيحسبوه على الموازنة بيحسبوه على الموازنة لكن انا اقصده طيب لما سعر البنزين نزل سعر برميل البنزين نزل ليه سعر الوقود ما نزلش لما يكون حضرتك عندك الموازنة 900 مليار نزلت أنت مثلاً بـ 100 مليار الوقود اللي هو فرق السعر وده النزل يا سيد بي من 110 لـ 23 مش مش فرق يعني نزل للربعة أو أكثر من ربعة فرق كبير إذن المفروض العجز اللي هو عند حضرتك النهاردة كان 251 مليار يعني لو ما نزلش سعر الوقود كنا وصلنا 500 مليار طيب دكتور عماد برضو خلينا نروح شوية نحية بيان الحكومة الرجل بقول فيه 488 ألف وظيفة عمل في الصعيد فيه مشاريع أملاقة سيتم تنفذها فيه خطة على مدى القريب تقريباً في يوميا 2018 مع نهاية الولاية الأولى الرئيس عفتاح السيسي فيه 20-30 انتظروا مصر حلمة مصر اللي بنحلم بيها جميعاً أنا أحب أن أتطرق لبعض النوعات طيب حرد على سؤال سعادتك بسؤال تاني أين المليون ونص وظيفة في محوى كنا السويس؟ نفس الإجاب 480 وظيفة في بيان الحكومة مبارح أين المليون وظيفة في محوى كنا السويس؟ حوشناهم كده عندنا مليون وشوية 2 مليون وشوية؟ يعني نستلب ان شاء الله النهاردة بنتكلم على 4 و 2 من 10 معدل لموك اقتصادي حالي هذا المعدل لازم إيسه بالترابط مع حجم الاستثمارات حجم الاستثمارات الموجودة في الدولة النهاردة 4 و 1 من 10 مليار دولار كتير من الاستثمارات الموجودة من الدول العربية يمكن كان وصل الاستثمارات السعودية لوحدها 118 مليار جنيه دي تم تحويل جزء كبير منها إلى العقارات لابد هنا أن يكون فيه تشريع يمنع هذه التحركات للداخل لأنه أنا النهاردة عندي سوء عقارات من أكبر أسوأ العقارات في العالم لكن في المقابل الناتج اللي هو الصناعي والتجاري والسياحي ضعيف طيب الدولة محتاجة في المرحلة الحالية محتاجة تمويل لابد من التركيز على رقم واحد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويمكن السيد الرئيس أعلن عن 200 مليار جنيه دعموهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هنا ببدأ تتحرك بقى هنا ده تحرك سليم الفكرة كلها بس نرجو أن 200 مليار لا يقلوا ولا يتم أفلوهم لأنه لحد النهاردة لسه ما تمش طرحهم الجزء الثاني وهو محاولة تقنين الاقتصاد غير الرسم الاقتصاد المصري بحد أقصى 40% اقتصاد مقنن لكن 60% الثانيين غير مقننين على الإطلاق وده هنا بيفتح الباب لمشكلة تانية مشكلة تهريب الأموال أنا النهاردة عندي شركة بحتحت بير السلم عملت مثلا مليون جنيه بأخذ المليون جنيه بروح لمكتب صرافة أغيرهم أخذهم وأطلع بهم من مطار ما حدش بقول انطرح فيه ده بس النهاردة ميسكم مليون وربمائة ألف مع موظف جاسية ده كبيرة جميل إذن النهاردة ده التحرك بقى الكلام اللي حضرتك بتقوله النهاردة ده كلمنا عليه من ثلاث سنين قلنا الصرافة تغلق لأنه لا يمكن التحكم في مكاتب خارج منظومة الدولة أقول لحضرتك إزاي قضتني تغلق يعني أنا دلوقتي معي 100 دولار اللي أنا كنتم محويش هذه غير من البنك غير من البنك طبما سعر الصرافة أعلى طبما سعر الصرافة أعلى هنا بقى أنا كمواطن بستفيد لكن الدولة بتخسر لابد أن احنا وأشكر حركة على النقطة دي كل مليم في جيوبنا احنا كمواطنين هو ملك للدولة في الأساس لأنه أنا معايا 1000 جنيه ما ينفعش أخدها معايا طالع برد بتاعت لا بتاعت دولة لأنه جزء من اقتصاد الدولة هنا هقول لحضرتك مشكلة الصرافة إيه مشكلة الأولية أنه في بعض الدول بتتعامل مع الصرافة لكن لابد أن يتم ربط والخطة دي موجودة في مجلس الوزر ربط مكاتب الصرافة والبنوك الحكومية بالرقم من قوم التاع المواطن طبما لما عمل كده طارق عمر من يومين أو من شاء لا الربط مش موجود لا فكرة تحرير السعر الصرف والبالنس اللي حصل ما بين سعر السوء السوء لا تقليلش عن تحرير لا أنا أتكلم عن الربط لأن أنا النهاردة مثلا عايز أغير كان في البنك بكام بسبعة ثمانين بره مثلا وصل عشرة هنا الربط بمعناه إيه إنه زيد بي رايح يغير من البنك الأهلي ليك في السنة عشر تلاف دولار غيرت اتنين من البنك الأهلي وبعدين فضل معاك سابعة رحت غيرت ثلاثة من بنك القاهرة لو رحت للصراف حيعرف أن أنت فضلك خمسة على السيستم وبنفس السعر والخطة دي موجودة عند الحكوم ومطبقة في دول ما هيش جديدة عشان تثبيت سعر الصرف عشان تثبيت سعر الصرف وبتحكم في تهريب الأموال طيب عماد النهاردة خارج بـ 11 ألف دولار وده خلي بالحراتك في السنة انت خارجت النهاردة مثلا رحت رحلة في شهر يناير بـ 10 ألف دولار جيت أروح في شهر مارس لو معايا جني واحد أخش السكن لأن العشرة بتوعية أنا طلعتهم في يناير الدولة لابد أن يحكمها قانون صارم لمقاومة الفساد بس هل ده هل ده مطبق في دول تانية آه طبعا زي إيه الكاش جنوب إفريق وكان فيها السيد سامير ردوان أنا مقابله هناك الوزير سامير ردوان اللي الناس اعترضت عليه هو أحد المطبقين لهذه المنظومة في جنوب إفريق كان وصل من 4 إلى 12 والنهار ده بـ 14 و 15 بالزبط هم نزلوه في الفترة دي لـ 4 ونص زي ما كان فانعاز أقول لحرودتك أنه فيه آليات كتير تقدر تستخدمها جمع الأموال الدرايب اللي موجودة بره بس ما زالت جنوب إفريقيا فيها مشكلة اقتصادية سعر الدولار هناك تقريبا الدبلر لأ مشكلة جنوب إفريقيا هي العنصرية المقلوبة لأنه النهار ده بدأوا الاستثمرات كتماع البيض فبدأوا يأخذوها منهم فحصل فيها وضع أمني وعدم استقرار للمستثمر الأجنبي إنه يجي يستثمر وقول لك ده أنا أوروبي هيأخذوا مني الأرض لزي ما حصل في زنبابوي بـ مجابي ففكرة إيه اللي متاحه قدهني تقنين الاقتصاد غير الرسمي رقم واحد النهار ده ودي رشدة العلاجة الحاجة بتقدمها الحكوم تقنين الاقتصاد غير الرسمي رقم واحد النهار ده الباع الجائلين أنا ما بقولكش ما تخدوش ادي له الميزة ادي له نص كبال مليان إزاي الستة مليون ونص دول يا سيد بي بيوصلوا حوالي واحد وعشرين مليون بأسرهم دول خارج المنظومة الاجتماعية والصحية على الإطلاق بمعنى إيه بمعنى النهار ده لو أنا وقف في الشارع وحصل لي حاجة ولدي بقت في الشارع كده بقى عندك أطفال في شوارع بقى عندك إرهابين لازم أبص على المنظومة كلها طيب أنا النهار ده لما أحمي عماد أو أقنن وضعه وما أخدش حتى منه ضرائب إيه اللي أنا استفدته إن أنا ما بقاش عندي مجرب ما بقاش عندي أطفال شوارع ما بقاش عندي بيوت دعرة ما بقاش عندي إرهاب فده دي المنظومة عشان كده بيقال أن التنمية البشرية هي استثمار طويل المدى ممكن ما تجلكش فلوس دلوقتي لكن بعدين تجنبك نهار ده حضاك بتتكلم على 2.5 مليون أطفال شوارع جاي منين وضع 15 مليون يقتنون العشوائيات في 45 منطق اللي أشار لهم السيد الرئيس في الخطبة الأسبوع اللي فات إنه حيشيل حتشيل مساكن لـ 15 مليون العشوائيات خطة هيلة نتمنى أن أتحق دكتور عماد أتفضلي لكن كان عندي سؤال بس دكتور عماد أتعلق أن تعود في مجلس علماء مصر أنا استقلت في مجلس علماء مصر بسبب تصريحاتي عن معدلات الفساد آه معدلات الفساد وكان في مجموع هسألك حالا عن الفساد في الجهاز الإداري للدولة فهم طبعا الناس قالوا كلامك مش صحيح ويمكن في صحفي من الصحفين الكبار الحقيقة في أحد الجرائد أشار ب أو استشهد بهذا المقال الأسبوع اللي قبل اللي فات لما ظهرت بعد قضايا الفساد قالت معماد مهنة قال الكلام ده من سنة ونص وطلعت وهجمته وحسام كويش إلى آخر وطلعت تصريحات من الحكومة في عجالة علشان إحنا خلاص الفساد آه الفساد الإداري أقوى التقارير الدولية هو منظمة الشفافية العالمية ترتبنا 141 من 168 دولة في ونخرت الدول أولى الدول هي فنلندا نيوزيلندا سويد النرويج إلى آخر المشكلة اللي فيها هنا أنه إحنا عندنا معدلات الفساد الإداري والمالي عالية جدا الإداري زي الوساطة والمحسوبية تولية من لا يصح بجيب 50% بعمله مستشار بيحط لي قانون بيطلع بايز غير دستوري فمنظومة كلها متهلك الجزء الثاني وهو الوساطة في التعيينات فبتلاقي حضرتك تكدس في قطاعات كبيرة جدا من الدولة وده اللي بيسبب الخسائر عندما تجي حضرتك تبص أحد المحاور الأساسية لخسارة القطاع العام هو تعداد الموظفين اللي موجودين فيه أي شركة فندم لها قدرة معينة أن يقومها عشرة ممكن أحمل عليها 13 لكن لما حط 20 يبقى أنا بقتلها وده اللي حصل دي رقم واحد مصر موجود فيه 19 جهاز القابلي أحد أقوى التقارير اللي موجودة بره أن مصر مصنف رقم 14 في أفسد دول العالم هل تم التعامل مع ملفات الفساد لا حد النهاردة يعامل يحاكم نظام مبارك على قتل الصور إذا ده أدر يثبت ما أدرش يثبت لأنه ده قانون جنائي ما حدش يدر يثبت يحاكم مبارك ونظامه على الفساد في هذه الدول وحضر حضرتك تقارير بالورق أو الألم عشان ما حدش يقول أن نحن بنهاج مبارك سنة 81 تولت دولة بـ 22% معدلات فقر يعني 8 مليون من 42 مليون ونص النهاردة حضرتك في 2011 سلم مصر بـ 42 مليون معدلات فقر يعني تضعافت معدلات الفقر في الدولة خمس مرات الأمية 7 مليون أمي سنة 81 وصلنا 39 مليون أمي لا يقرأ ولا يكتب بالإضافة الـ 61% اللي هم احنا في تعليم منحل أين محاسبة الدولة لهذا الرجل على وظيفته وليس تحملنا على شخصه أنا بكلم على منظومه فإذن الاتجاه الصحيح هو بناء دولة المؤسسات والولاء لها ليس لأشخاص جميل يمكن ده كمان لأكد عليه عبدالله السيناوي بعد خروجه من اجتماع مصقف ماثر بسيد الرئيس وقال بالفعل بسيد الرئيس يمكن بين طيال حديثه قال ان احنا ورثنا التاركة صعبة لكن اخيرا عشان نقفل هذه الفقرة حكومة شريف واخد مصر على فين حكومة شريف ليس لها اي صلاحيات على الاطلاق حكومة السيد شريف هي مجرد حكومة توقع او مش عايزة اقول تبصم على اللوبيا الذي يحرك هذه الدولة الى طريق غير يعني معروف على الاطلاق حكومة السيد شريف ليس لها اي صلاحيات دكتور عماد مهنة او ساذة تخطيط الاستراتيجي والاقتصاد السياسي شرفتنا شكراك افادي شكراك سيد بي كنا حابين نقول كلام لطيفة للصبح لكن يبدو ان الواقع الحقيقة هي اولا بداية النجاح عندها ننتهي بعد الفصل نلتقي بحضراتكم فكرة اخرى في صباح العاصمة خليكم معنا